ماكينة صناعات الدفاعية لا تهدأ وأحدث المعدات وتقنيات العمليات الخاصة لا تتوقف كل هذا في معرض قوات العمليات الخاصة سوفيكس قادة عسكريون ومسؤولون من دول عدة يجتمعون في معرض يشكل أرضية خصبة وملتقى للحوار وتبادل الخبرات حول تحديات ما زالت تفرض نفسها على السلم والأمن العالميين هدف من هذا المعرض والمؤتمر هي رسالة السلام والتحاور وهي رسالة الأردن 384 شركة مشاركة من 37 دولة بالعالم هذا يدلك عن أهمية معرض سوفيكس المصلف رقم واحد بالعالم في العمليات الخاصة الإرهاب هو التحدي الأبرز لقادة العمليات الخاصة فتطور العملياتي والعسكري في أسليب التنظيمات المتطرفة حاضر في حسابات العسكريين والدول التي تقود حربا على الإرهاب سوفيكس وفي دورته الحالية يطوي 20 عاما على انطلاقاته الأولى 20 سنة من التطوير العسكري لخدمة الأمن العالمي هو عنوان معرض ينعقد وسط صراعات عسكرية وطرابات أمنية مع الزيادة تطرف في المنطقة كما في العالم في هذا التمرين ثمت سيناريو متوقع وإن وقع فعلا تمرين يحاكي إخلاء جندي من قوات التحالف سقط في منطقة معادية تحت سيطرة داعش سيناريوهات أخرى في حسابات الدول الغربية والعربية لا سيما الأردن الذي يعيش على وقع تحديات أمنية وعسكرية على طول حدوده مع العراق والسورية هذه هي البيئة حيث تنمو المخاطر المتنوعة وهي على ازدياد عدونا يسعى دوما لاستخدام كل الوسائل المتاحة منها الأسلحة التقليدية وغير التقليدية والحرب الإلكترونية نفوذ الجماعات المتطرفة وتطور أساليبها العملياتية يضع أمام المشاركين في مثل هذه الفعاليات المتخصصة تحديا مستمرا لمواجهة خطر الإرهاب غسانة بولوز العربية عمان